أهلا بك في هذا الفيديو القصير حول ألج رت الخبيثة رب ألف يكون هذا رب ألوفا لبعض الأشخاص ولكن هل تعرف؟ دا خطورة ألج رت الخبيثة سنشرح ألف هي ألج رت الخبيثة كيف يأب؟ كن أن تنتقل والأ نذلك كيفية الوقاية نها دعونا نبدأ ألج رت الخبيثة هي رب عدي خطير يسببه البكتيريا كوريني بكتيريو ديثثيريا تصيب هذه البكتيريا الحلق والأنفاوي كنها أن تفرزس وألف تضر بأنسجة الجس نط هي كن أن تسبب هذه العدوى ضاعفات خطيرة ثل الطراب التنفس وفشل القلب وحتى ود ياب كن أن تنتقل ألج رت الخبيثة عن طريق الهواء عند ألف يسعل أو يعطس الشخص أل صاب بالإضافة إلى ذلك ياب كن لبكتيريا ألج رت الخبيثة أن تنتشر عن طريق الاتصال باشر بال باشر بال ريض أو نخلال الأشياء لوفة لذلك مال ها على ألج يعفة طرق الانتقال هذه واتخاذ إجراءات الوقاية تبدو أعراض ألج رت الخبيثة في البداية شابها لأعراض الإنف الونزة العادية ثل ألحة أو التهاب الحلق والزكاة و عذلك تكون أعراض هال يزاوهي ظهور طبقة كثيفة نلون ألر بدي في الحلق واللوزتين والتي كن أن تسبب صعوبة في البلع والتنفس إذا كنت أنت أو أي شخص آخر حولك تعاني نهذه الأعراض يجب عليك اللجوء إلى الرعاية الطبية على الفور نال حظوظ أنه ي كن الوقاية نالج رت الخبيثة نفلال التطاعي لا تم ين لقاح لج رت الخبيثة في لقاحات شترك ثل لقاح DBT رت الخبيثة السعال الديكي الإكزاز أو لقاح DB رت الخبيثة الإكزاز السعال الديكي ويعتب انتظى للأطفال يجب أن يحافظ البالغون أيضا على تلقي التطاعي بلقاح بلقاح تيد الإكزاز أليج رت الخبيثة أو تيداب الإكزاز أليج رت الخبيثة السعال الديكي سيساعد هذا اللقاح فيه أيّة نفسك و نعي انتشار هذا رد إلى الآخرين لذلك في الختاء أليج رت الخبيثة هي رد خطير و خطير و عذلك باستيعاب كيفية انتقالها واتخاذ إجراءات الوقاية ثل التطاعي ياب كننا حاربة هذا رد عن لنحافظ على صحتنا وصحة الآخرين ما خلال اتباع إجراءات الوقاية تذكر الوقاية هيال فتاح للحفاظ على صحتنا وألح أيّة نا أليج رت الخبيثة ترجمة نانسي قنقر